زميلنا ومراسلنا محمد توفيق علشان يحطنا في كل الصورة هناك وطميننا على باس الناد الأهلي كل سنة وانت طيب يا محمد وحمد الله على السلامة وطميننا على باس الناد الأهلي السهل الخير كابتن أسامة حياتي ليكم كل المشاهدة ومطابعة قناة الناد الأهلي في كل مكان وحضرتك طيب وكل المصريين بخير يا رب واشقائنا كمان هنا في المغرب بخير يمكن اول حاجة عاوز اقولها بسم الله وعلى بركة الله بنبتدي ان شاء الله تسعين دقيقة نحو ان شاء الله الصعود للدور القادم والوصول للنصف النهائي اول رسالة زي ما حالك قلت رسالة كتير جدا في مقدمتك يا رسالة كابتن أسامة عايز اقولك رسالة مهمة جدا من هنا من المغرب احنا هنا في وسط اشقائنا المغاربة يمكن استقبال ولا اروع لبعثة الناد الأهلي كمان في لحظات وصلنا سواء في المطار او حتى هنا في فندق والاقامة اجواء اكثر من رائعة اجواء فعلا بين اشقائه الناد الأهلي الود والاشقاء بين مصر والمغرب هنا كابتن محمود الخطيب رئيس باس الناد الأهلي ورئيس مجلس ادرافة الناد الأهلي يمكن استقبال ولا اروع النهاردة يمكن اكيد اللعطات وصلت حضرتك سواء حتى الاعلاميين او المشجعين او الاشقاء المغاربة الموجودين سواء في فندق القامة او في المطار محمد الخامس هنا بالمغرب كلهم كانوا حرسين على التقاط الصورة التسكرية مع كابتن محمود الخطيب وافراد الباسة زي ما بقول لك دي الرسالة الاهم المباراة ما بين فريقين اشقاء تسعين دقيقة في كرة القدم فقط وان شاء الله تخرج المباراة لبر الأمان والنادي الأهلي ان شاء الله يخرج منتصرا من التسعين دقيقة وان شاء الله يصعد للدورة بالنهاية يمكن كابتن قسامة بيوم طويل جدا النهاردة يمكن لعاب النادي الأهلي تواجده من السادسة صباحا في مطار القاهرة الدولي يمكن الطيارة كانت في استمام السامنة صباحا بتوقيت القاهرة يمكن وصلنا هنا 12 الظهر بتوقيت كذا بلانكا بعد كده كان على طول التحرك لفندق الإقامة هنا في وسط مدينة الدار البيضاء يمكن زي ما قلت حالك أجواء أكثر من رائعة سواء من الإعلام المغربي اللي اهتم بشكل كبير جدا بتواجد النادي الأهلي ووصوله النهاردة وعلى رأسه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قلت لك أجواء أكثر من رائعة أجواء يا سودها الود وروح الإخاء والأشقامة بين مصر والمغرب كمان يمكن اللقطة اللي حالك كلمت عليها دكتور أحمد أبو عبلا يمكن الصحف هنا والمواقع تناولتها بشكل كبير جدا لحظة مساعدة دكتور أحمد أبو عبلا لسيدة مغربية كتعلامات الطائرة المتوجهة من القاهرة إلى هنا إلى كذا بلانكا يمكن طاقم الطائرة على الفور يمكن استدعى دكتور أحمد أبو عبلا اللي يصدل يمكن عزو الله حالك أكثر من نص الرحلة تقريبا ثلاث ساعات بجوار سيدة المغربية اللي كانت يعني بتعاني من هبوط في الدورة الدموية وعلى أقلامة حالية عزو أقولك الدكتور أحمد أبو عبلا لغاية وإحنا نزلين من العلباب الطائرة كابتون أسامة كان مصاحبة يمكن الخبر هنا مسمع جدا في المغرب يمكن الأشقاء المغربية هنا سواف الصحف أو المواقع بيتكلموا عنه يمكن عزو أقولك إن شاء الله أجواء أكثر اللحظات كمان اللحظة بتكلمني فيها هنا يمكن دلوقتي الساعة لسه ستة وربع لسه اللعباء ما يتناولوش واجبة الإفطار يمكن طبعا عشان فرق التوقيت ساعتين فرق توقيت وكمان المغرب هنا بيقدر فيه تمام السابعة والأرب فلسه اللعبين لم يتناولوا واجبة الإفطار يمكن فوره وصوله على طول الجهاز الإيداء طبعا بقيادة كابتن سامير عادلي يمكن موجود أكثر من رائع بمساعدة طبعا طاقم السفارة يمكن السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمملكة المغربية هنا كان في استقبال البعثة من أول لحظة في مطار محمد الخامس هنا في كازابلانكا يعني ما يسبش البعث لحد ما وصلنا في اندق لقامة تم تسكين جميع اللعبين وجميع يعني في حالة أكثر من رائعة طبعا اللعبين كلهم خلدوا إلى الراحة ان شاء الله يعني بعد دقائق قليلة هينزل اللعبين جميعهم لتناول واجبة الإفطار ان شاء الله تسعى والنصف بتوقيت كازابلانكا هيكون التوجه لخوضة أول حصة تدريبية هنا في المغرب ان شاء الله هتبقى فيه واحد الملاعب التابعة للنادي الرجاء المغربي وان شاء الله يعني هيبقى التمرين فيه تمام الساعة العشرة بتوقيت كازابلانكا السنة العشرة صباحا بتوقيت القاهرة كل أجواء زي ما تقول كابتن أسامي هنا أكثر من رائعة يعني أجواء ما بين أشقاء ينقصها بس إن شاء الله فوز النادي الأهلي والتأهل للدور القادم وزي ما قلت حراك يمكن كلام الأخوة المغاربة هنا وكلامنا طبعا في قناة النادي الأهلي وده كلام أي رياضي يعني زي ما بيقول بيتكلم بروح رضيها يا مباراة داخل الملعب ولكن خارج الملعب نحن أشقاء مباراة مبين أشقاء سواء هنا في المغرب أو عندنا كان في مصر كمان في المباراة الأولى ويمكن كمان كل المتحدثين بإسم إدارة الرجاء المغربي تكلموا عن حصن الاستقبال والضيافة اللي لقوها في مصر وطبعا المعاملة هنا بالمثل إن شاء الله في المملكة المغربية الشقيقة دي كل أجواء نهاية كابتن أسامي معك لوافق الاستفسار بنشكرك شكرا جزيرة محمد وبنشكرك على أنك حطتنا في الصورة دلوقتي وكل جمهير النادي الأهل اتطمنت على بعثة النادي الأهل ووصولها لكازا بلانك